تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا أذكر في هذا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تنوح عند قبر فنهىها عن النياحة وأمرها بالصبر فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي فلما رأى المنكر الأعظم وهو ما يتعلق بالنياحة وأنها لم تستجب له ترك الإعراء وترك الموضوع الآخر وهو زيارته هذه القبر ولذلك فالإنسان يسعى إلى التخفيف ما استطاع مرات تعرف أن هذا الشخص لن يترك المنكر فتقوله يا أخي هذا المنكر اللي بتفعل لا تفعله عند الناس فتجاهر به فيقتدي بك الآخرون خليه بينك وبين الله ما يطلع عليها أحد ويمديك تتوب لكن لو فعلته عند الناس اقتدى بك الآخرون وبالتالي لن تستطيع أن تتفادى ذلك الإثم الذي حصل بسبب اقتداء الآخرين بك ومن هنا فإن الإنسان لا يلزم في نصيحته أن ينتهي المنكر بالكلية حتى لو كان هناك تخفيف تقليل عدم إشهار وعدم مجاهرة فحينئذ يكون قد أدى نتيجة وكان له أثر وثمرة فيما يتعلق بنصحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر